اشتركوا في القناة المحاضرة الثالثة من مادة سيكولوجية الشخصية فأحلام سهلا بالجميع إن شاء الله فقط قبل إن شاء الله نبدأ بمراجعة سريعة لما درسناه في المحاضرة السابقة المحاضرة السابقة طريبا درسنا نموء الشخصية وتطورها من مفهوم العلماء يعني كل عالم كل منظر ساحب نظرية له وجهة نظر معينة في كيف ينمو الإنسان كيف يتطور هذا الإنسان لكل واحد عند وجهة نظر من مفهوم هو الشخصي لهذه لنموء الإنسان ولذلك تباينت يعني فيه تجد أنه سيجمون فرويد له وجهة نظر معينة يخالفه بعد العلماء الآخرين في هذا الموضوع وقسم سيجمون فرويد نموء الإنسان يتطور من خلال خمسة مراحل تغريبا طيب أهلا وسهلا للجميع الموجودين إذا حابين تشاركون ما هي المراحل التي قسم فيها سيجمون فرويد من خلالها يتطور الإنسان وينمو فيها لأي مشاركة طيب تغريبا هي خمسة مراحل التي ذكرها في نموء وتطور الإنسان التي هي مرحلة الفمية التي وضع فيها عندنا نمطين في مرحلة الفمية التي هي المندمج والسادي ثم مرحلة الغذيبية التي هي عدة أوديب ثم ذكر كذلك مرحلة الكمون بالنسبة للإنسان كيف يكون وأمس ذكرنا في مراحل نموء في مادة نموء علم النفس النمو مرحلة الكمون تكون ما بين في الأعمار التي هي الطفولة المتأخرة ثم بعد ذلك في مرحلة الشرجية قبلها وبعدين في مرحلة تناسلية هي آخر مرحلة وهكذا يعني نجد أن هناك في تباين ما بين العلماء في وجهة نظرهم بالنسبة للإنسان كيف ينموء كيف يتطور كيف يتطور الشخصية ولكل منظر لكل ساحب نظرية له مفهوم ربما من جانب مختلف تماما اليوم كمان نواصل موضوعنا أو محاضرتنا في موضوع الآن اليوم حيكون ما هي أساليب البحث بالنسبة للمنظرين يعني لكل ساحب نظرية له وجهة نظر معينة طيب ما هي الأساليب التي اتبعها هذا الساحب هذه النظرية ما هي الطرق اللي هو من خلاله استطاع أن يعرف نموء الشخصية الشخصية نفسها بمختلف أنماطها وأساليبها أساليب البحث لدي المنظرين يختلف زي ما ذكرت في أسلوب دراستهم هناك تباين في الأساليب من مستوى الاجتهاد والتخمين إلى مستوى القياس المعقد يعني لكل واحد عنده أسلوب وعنده آلية عنده أدوات عنده نظام معين يقيس به ويستطيع من خلاله أن يمكن يوضح لنا هذه الشخصية وهناك في تباين حقيقة في تباين ما بين العلماء أولا نبدأ الآن بسجمان فرويد ما هي الأساليب التي استخدمها فرويد في قياس الشخصية وفي موضوع البحث عن الشخصية أولا نبدأ بالتداعي الحر وما هو التداعي الحر هل عندكم فكرة ما هو التداعي الحر ما هو التداعي الحر التداعي الحر ما هو التداعي الحر في أي مشاركة أن يكون العميل اللي يتكلم صراحة كلا يخلي يتكلم ياخد راحته أيوة أيوة هي تقارير ذاتية العميل عن نفسه يعني هو اللي هو يعني يتكلم عن نفسه والعميل نفسه يعني أي شيء أنا الآن يعني أحكي عن نفسي كل ما يتعلق بذاتي كل ما يتعلق بي أنا كأميرة أنا لما أخرج هذه المعلومات يعني هذه القصص أو التجارب السابقة بالنسبة لي أنا يعتبر هذا تقرير شخصي تقرير عن ذاتي يعني عن نفسه إذا كان من أفكار ذكريات كل ما يتعلق بالنفس في التداعي الحر التوكيد على الصدق والصراحة التلقائي العفوي هذه من ميزاته يكون فيه يعني صراحة وتلقائية وعفوية والعميل يتحدث عن نفسه يتحدث عن تجاربه بشكل كبير من الصراحة والعفوية الكشف عن رغبات مقبوطة وخبرات الطفولة المبكرة وهذا اللي دائما يركز عليه سيجمن فرويد يقول أنه معظم مشاكل الإنسان أو معظم المشاكل اللي تأتي نتيجة للكبت اللي حدث للإنسان في الطفولة المبكرة فبالتالي يكشف عن هذه الرغبات اللي كانت مقبوطة اللي كانت هي من زمن الطفولة المبكرة تحويل الصراع من اللاشعور إلى الشعور يعني داخل الإنسان داخل العميل هناك صراع هناك شعور بعدم راحة هناك كبت موجود فأنا من الداخل أخرجه للخارج هذا هو بالنسبة ليه التداء الحر هذا الأسلوب لا ينطبق على كل الحالات لذلك يحتاج إلى الاستبصار الانفعالي يعني في بعض الحالات غد ما يصلح فيها هذا النوع من العلاج لذلك يحتاج أن نحن نستفسر كأنا كمرشدة لابد أن أكون متيقظة جداً ما هي الحالات اللي حنسكرها لاحقاً اللي يناسب أن نستخدم في هذا النوع من العلاج تحليل الأحلام هي تحقيق مقنع لرغبة مقبوطة في هذا الأسلوب كذلك يتم في التداء الحر إن الإنسان كأنه العميل يحقق أحلامه كأنه يحقق رغبات مقبوطة ما استطاعت أن تخرج هذه الرغبات الرغبة في النوم الانسحاب من العالم الخارجي يعني يشعر باسترخاء يشعر كأنه في عالم آخر يحقق فيه هذه الرغبات وكأنه انسحب من عالمه الواقعي وعالمه اللي هو يعيش يعني تحت النشاط القديم النكوس ونقص المقاومة الكابتة وهذا هو يعني يتيح لهذه المشاعر اللي كانت اللي هي مقبوطة وتبدأ أنه الإنسان ما يستطيع يعني قاومه معناه هي يطلق لها العنان التكشيف الإزاحة يعني كأنه هو يكشف ويزيح كل الأشياء اللي موجودة داخله هذا النوع من الأساليب استخدمه اللي هي سيجمان فرويد هو استخدم التداء الحر وتحليل الأحلام يعني كيف يستطيع من هذا الأسلوبين الإنسان من خلال التداء الحر اللي هو الأخراج كل ما من اللاشعور للاشعور ومن خلال تحليل الأحلام اللي هي الأحلام هي يعني رقبة مقنعة لأنه الإنسان يحقق الأشياء كأنه هو يحلم ويحقق كل الأشياء اللي كانت مقبوطة هذا النوعين من الأنواع اللي هو استخدمه سيجمان فرويد الآن نأتيه لعالم آخر أو لمنظر آخر لباحث آخر في هذا المجال نجي لإدلر هو له ثلاثة في مفهوم إدلر هناك ثلاثة أساليب أولاً فهم الشخصية عن طريق خبرات الطفولة المبكرة يركز كذلك إدلر أنه نحن نفهم الشخصية من خلال الطفولة المبكرة ويمكن لو تلاحظون يعني معظم العلماء معظم المنظرين دائماً يرجعوا لموضوع الطفولة المبكرة وحتى أمس ذكرناه في محاضرتنا في موضوعنا لموضوع سايكولوجية أو علم النفس النمو نجد أنه مرحلة الطفولة المبكرة لها الدور كبير ولها تأثير كبير في نمو وتطور الإنسان يذكر إدلر هناك ثلاثة أساليب اللي هي تذكر الخبرات المبكرة هذا الأسلوب في البحث اللي استخدموا الخبرات المبكرة اللي كانت في السابق من إذا كانت أفكار وأهداف وغيرها الأسلوب الثاني اللي هو تحليل الأحلام أنه يسمح للإنسان يحلل هذه الأحلام نوعيتها وتبين هذه الأحلام تغريباً أسلوب حياة الفرد كيف كانت حياته يعني ماذا يريد يعني الإنسان دائماً من خلال أحلامه نستطيع أن نتعرف ما هي النمط الحياة اللي هو يريد أن يعيشها وما هو أسلوب الحياة اللي هو يحلم به هذا الفرد يعني التسلسل الولادي وهذه الطريقة يمكن معلومات مجتمع يعني يرى إدلر أنه من خلال المعلومات المتسلسلة يعني أنا أكون درست هذا العميل من بداية هو وليدي يعني من هو في مرحلة الرضاعة ولحد ما هو المرحلة اللي هو فيها الآن يعني هذا التسلسل يكون معناها التاريخ معناها أنا أدرس كل ما مر بالعميل مر به من خلال كل التجارب الحياتية ليكون عندي معلومات متكاملة مجتمعة وأنا من خلال كباحثة أو كمعالجة من خلال هذه الدراسة التاريخية للعميل أستطيع أن أعرف أتعرف بماذا مر هذا العميل ما هي الخبرات المؤلمة اللي كان ممر بها العميل كيف كانت حياته وهكذا فهذه الثلاثة أنواع من الأساليب يستخدمها أو تبعها إدلر في موضوع اللي هو موضوع البحث أو موضوع الشخصية فهي ثلاثة أقسام الغرض من البحث في شخصية الفرد هو اكتشاف أسلوب حياته لمعرفة إذا كان مناسباً أم لا فيرى أنه الفكرة إدلر الفكرة أنه معرفة هذه الأساليب للغرض منها حتى يبصر هذا العميل ربما أحياناً هذا العميل يكون عنده نمط خاطئ في حياته يكون عنده أسلوب خاطئ في حياته وهذا الأسلوب هو الذي أدى بالعميل أن يكون في هذه الحالة النفسية فبالتالي معرفتنا لنمط واستكشاف هذه الأنماط من الحياتية نستطيع أن نتعرف على ما إذا كان هذا العميل نمط أسلوبه صحيح هل هذا الأسلوب يؤدي إلى حالة نفسية مستقرة أم لا تقريباً هذا بالنسبة لإذا الآن نأتي الآن كما فروم فروم دائماً كان حتى في نظرياته كان يركز على لو مذكرين كان عنده هي المنتج وغير منتج وقسم الشخص الغير منتج لأربع أقسام لو مذكرين فروم قسم الأشخاص المنتجين وغير المنتجين التوجهات الخلقية المنتجة وغير المنتجة مذكرين في المحاضرة السابقة قسم الغير منتج لأربع أقسام غسم الغير منتج لأربع أقسام هل مذكرين الأربع أقسام الأشخاص الغير وهي التوجهات اللي يكون فيه توجه في الشخص نفسه قصمهم فيه توجهات في شخص الإنساء في بعض الأشخاص تكون هي توجهات منتجة وفي بعض الأشخاص يكون عندهم توجهات غير منتجة التوجهات الغير منتجة قصمة لأربع أقصام مذكرين الأربع أقصام الغير منتجة الاستغلالية والتجاريون والكانزون والسمة الأخ أحسنت هم يعني أربع عصام اللي هم الاستقلالين والكانزون والآخذون والتجاريون فهذه كانت أنماط غير منتجة غسامة فروم إنه الإنسان يعني شخصية يقول إنه فيه توجهات غير منتجة وفيه التوجه السليم والتوجه المنتج اللي هو دائما يكون شخصية تعتمد على نفسها تعترف بحق الآخرين بمختصر المفهوم إنه الشخص المنتج هو الشخص واثق في نفسه يثق في الآخرين يتعاون مع الآخرين ويعتمد على نفسه هذا هو مختصر بالنسبة لنظرية فروم وحتى تكون مفهومة هي التوجهات الغير منتجة والتوجهات المنتجة الآن نأتي لفروم يعني ما هي أساليب فروم في البحث بالنسبة للشخصية هو تبع الطريقة التاريخية التركيز على التأثيرات الخبرات الصادمة والمؤلمة في الطفولة المبكرة لو ملاحظين معظم المنظرين معظم الباحثين دائما مركزين في الطفولة المبكرة فهذا يمكن يوضح لنا أهمية هذه المرحلة وكيف المعلومات والتجارب اللي تكون مؤلمة في هذه المرحلة تؤثر في حياتنا اللاحقة فيركز فروم في طريقته إلى الصدمات والأشياء المؤلمة اللي مرت على العميل في فترة الطفولة المبكرة الطريقة التاريخية هي يقصد بها يعني كل ما يتعلق بحياة الفرد من جانب سياسي ديني اقتصادي اجتماعي بمعنى ان البيئة كل المحيطة بالعميل اللي هي فيها كل هذه العوامل اللي هي يشكل منها الإنسان بناء نظري لطبيعة البشر البشر هي تفسير السلوك الفعلي الحضارات المختلفة هذه هي الطريقة التاريخية اللي هي الجانب المرة لحضارات مراقبة السلوك في السياقه متباين هذه نظرية أو سلوك فروم أنه يركز على الجانب التاريخي بما فيه الحياة الاجتماعية السياسية وبما يفعله تفسير السلوك الفعلي بالنسبة للحضارات المختلفة هذا النظام اللي هو التبع فروم في نظريته أو في اسلوبه في طريقة بحثه للشخصين الآن نأتي للبورت هو يتناول تاريخ الحياة يعني يتناول تاريخ حياة الفرد لأن الشخصية هي وحدة ديناميكية الإنسان هو وحدة ديناميكية وحدة متفاعلة مع البيئة المحيطة الإنسان يتفاعل مع بيئة الخارجية وبالتالي يتأثر ويؤثر يعني الإنسان يتأثر ويؤثر استخدام الطريقة اللي هو سمى طريقة شرعية فيه الصدغ والثبات والملاحظة المنهجية هذه الطريقة اللي هو استخدم البورت في نقطة ثانية ذكر استخدم اسلوب الوثائقي الشخصي يعني يمكن لو ملاحظين هو كذلك يمكن مع إدلر في تاريخ دراسة تاريخية لحياة الفرد لو ملاحظين إدلر والبورت أخذ بنفس الطريقة اللي هو اسلوب الوثائقي اسلوب المعلومات، اسلوب تاريخ الفرد، حياته، كيف كانت حياته معناها أنا أقوم ملمة بكل ما يحيط بالعميل السلوك التعبيري اللي هو التحدث بتلغائية وعفوية هذا النوع من الأساليب كذلك يستخدم البورت يقول أنه تحدث بتلغائية وعفوية أنه العميل يتحدث ويكشف ما فيه من جوانب الأساسية لشخصيتي يعني يستطيع من خلال الحديث، يستطيع من خلال أنه العفوية والتلغائية يعني يستطيع أن يعبر ويمكن يذكر كل ما بداخلي، كل ما يعانيه كيف الأمور ماشا شباب؟ نبهوني لو أنا مستعجلة، لو الموضوع أنا لو بالطريقة سريعة، ممكن يعني عشان شوية أبطي الأمور ماشا كيف يا شباب؟ يا هند و هودا، نسرين، قادة، كيف الأمور؟ أنا ماشا تمام؟ الشرح عشان ما أكون مستعجلة؟ تمام 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 شكرا طيب الآن نأتي لماصلو ماصلو من العلماء من أي مجموعة ماصلو؟ ويعني ما هي أهم ملامح ماصلو؟ نظرية ماصلو ماذا قال ماصلو في المحاضرة السابقة؟ نحن ذكرنا أن القدرات الطبيعية تكون ضعيفة لدي الإنسان، يعني الإنسان يولد بمقدرات ضعيفة جداً، فيكون من قبل البيئة هي التي تؤثر، يعني التطور السليم يأتي للطفل من خلال البيئة، ويقول إنه من خلال الخوف والألم، يخاف إنه يغبط أشياء، وبالتالي ماصلو ركز على إشباع الحاجات، وركز على البيئة المحيطة لها دور أساسي في نموه، وتطور الشخصية الفرد، أن البيئة الخارجية له دور كبير في نموه وتطور الشخصية، من دمن الأشياء اللي ركز عليها في نظرياته ماصل، إن إنسان يكون حور في سنع الغرارات واختياره لما يناسبه وكذا، يعني خبرات الطفولة المبكرة لها دور كبير في نموه الفرد، لو ملاحظين الآن العالم رغم كم اللي يمر علينا، وإن يوضح إنه خبرات الطفولة المبكرة لها دور كبير في ماذا؟ في حياة الفرد، فيمكن نلاحظ إنه كل مرة نلاحظ إنه معظم المنظرين، معظم العلماء، معظم الباحثين يركزون على الطفولة المبكرة، لها دور كبير من خبرات ما يمر بالإنسان لهذه الحاجات. نأتي لي ماصلو كذلك دراسة الأشخاص المحققين لذواتهم، تناول قائمة التوجيه الشخصي من ذاوية أولا الأشخاص المحققين لذاته. أنا كيف أحقق ذاتي؟ هو يذكر إن أسلوب التكرار أو عادة معنى تحقيق الذاتي، أو عادة للمعانة التي يحملها عامة الناس عن نفسهم. يعني أنا ما هي وجهة نظري معنى الحقيقة للتحقيق الذات؟ نظرتي لأن أحملها عن نفسي هي دائما هم الآخرين هم ينظر إليه. إذا كنت أنا نظرتي لنفسي نظرة جيدة، نظرة إيجابية، بالتالي الآخرين هينظر إليه نظرة إيجابية. إذا كنت أنا مقللة من شأني فبالتالي حتتم إعادة هذه المعاني كذلك حتؤثر عليه على هي مفهومي الذاتي. استخدام مقياس تحقيق الذات هو استخدام مقياس تحقيق الذات على مجموعة من الطلبة لتأكد من صدق وثبات المقياس. دائما لو ملاحظين المنظرين ويمكن أنتم خلال مروركم بالكتب وتقرؤوا الكتب حتلاحظوا أن تجدوا أنه في دراسة استخدمات في كذا، في دراسة طبقة في مجموعة كذا. وهذه النتائج التجارب أحيانا من خلالها يستخلص الباحث أو العالم أنه ماذا حدث يعني أو يستخلص النظرية من الدراسة التجريبية. ووجد أنه عشان حتى يعرف أن صدق هذا المقياس هو تحقيق الذات هو وزع على الطلاب وجد أن التغييم الشخصي تغييم الشخصي تغريبا حتى يغيم الأفراد يعني وزع على مجموعة. تسميم مقياس التوجيه الشخصي وتقدير ذاتي تقوم 150 فهذه المقايسة استخدمة ماسلو حتى يتعرف على إلى أي مدى كان هذا المقياس هذه الدراسة ويخرج بدراسة تغريبا دراسة علمية ودراسة يستطيع من خلالها حتى يتعرف ما إذا كان يعني نظرة الإنسان إلى أي مدى كان. فيقول أنه في دراسته توصل إلى تحديد أشخاص محققين. يقول أنه من الأشخاص الغير محققين لذواتهم يعني كان هم من دوية الأعمار المتوسطة فيذكر أنه يعني ماسلو في دراسته لهذه الأمور وأرجو أنه يمكن ترجع للنظرية وكيف كان أنه نقسم هذه هذه المقياس اللي هو موجود في الكتاب تغريبا فيذكر أنه كيف كان نظرة الإنسان يعني في نظرته لنفسه. وهذه الجزئية ربما تقابل التدائل حر بالنسبة للسيجمان فرويد وهذه من الأدوات اللي كان يستخدموها العلماء في استخراجهم أو في مناهج يتبع الباحث في موضوع اللي هو موضوع الشخصية. نأتي الآن لروجرس هو أسلوب كيوي يهدف إلى دراسة أفكار الشخص من عن نفسه عن طريقة البطاقات. هذه طريقة استخدمة روجرس في طريقة بطاقات الإنسان يستطيع من خلالها أن يعرف على مفهوم الذات وهي تقريبا طبقها قبل العلاج وبعده. يعني أنا استخدم هذه البطاقة أولا أعرف مفهوم الذات عن هذا العميل قبل العلاج ثم بعد ذلك أطبقه بعد العلاج فأرى إلى أي مدى كان الفرق ما بينه. وهذا ما ذكرناه في الدراسات التجريبية يكون دائما أنا مثلا أقدم برنامج إرشادي أو علاجي أو أقدم بطاقة مقياس معين اللي هو مقياس تقدير الذات. بعد ما أقدم علاج معين لهذا العميل أرجع مرة ثانية وأطبق هذه البطاقات فأرى إلى أي مدى كان في تغيير وإلى أي مدى أثر هذه العلاج في تغيير مفهوم الذات بالنسبة للعميل. نقطة ثانية استخدام الروجرس اللي هي التسجيل والتسوير من المريض والأسلوب غير المباشر في العلاج. وهذا يمكن ربما إذا كان بالاتفاق التسجيل هو يكون سجل كل الملاحظات الأشياء اللي هي وهذا يعتبر هو أسلوب غير مباشر في العلاج. يعني ما طريقة مباشرة لكن بطريقة غير مباشرة أنا أستطيع أن أخذ المعلومات عن طريق التسجيل وعن طريق التسوير من المريض. نرجع مرة ثانية للآن عندنا عالم آخر كذلك اللي هو كيلي. كيلي استخدم تحديد الأدوار وهو يركز في أسلوبه استخدام أسالي مختلفة في تقدير الشخصية. أولا المقابلة الشخصية المباشرة للتعرف على ما وقع على الفرد في حياته. من خلال المقابلة من خلال المعلومات يستطيع أن هذا المرشد أو يستطيع المعالج أن يتعرف على حياة المريض. وهذا النوع من اللقاء الأول عادة حتى نحن ذكرناه لهم متذكرين في التوجيه والإرشاد. واحدة من أساليب المستخدمة في الإرشاد والتوجيه ما هي هذه الأساليب؟ طيب المقابلة هي السايكو دراما؟ أيها السايكو دراما وأخذنا في ربما حنأت إليها لاحقاً. لكن المقابلة أولاً أول شيء في التوجيه والإرشاد. أولاً تتم المقابلة وأنا أتعرف على هذا المريض وأخذ منه كل المعلومات. لهم ذكرنا نأخذ المعلومات من المريض كيف كانت حياته المعلومات الكاملة هالمعلومات شخصية وكذا وعنوان وكل الأشياء. فالمقابلة أولاً بتوضح منه هذا العميل وتوضي هذه المقابلة أعرف تعرف على العميل نفسه من هو العميل اللي أنا يعني مثلاً ما نحا أعالج أنا أصلاً. فهذه تعتبر المقابلة هي التعرف على ما وقعه على الفرد في حياتي. السلوب الثاني هو اختيار تحديد الأدوار. كتابة عدد من الأفراد كان لهم دورها في حياتي أو كان مصدر تحديد له. لو ملاحظين أنه هو يركز على مثلاً في بعض الأشخاص في حياتنا قد يكونوا كانوا لهم دور أو دور. يا إما هذا الدور إيجابي أو سلبي. فتجد أنه مثلاً لو العميل يطلب منه يذكر يكتب مثلاً يقول الأب، الأم، المعلم، العم، الخال. يعني أي شخص كان له دور إيجابي يكون قائمة للأشخاص اللي كان عندهم دور إيجابي. يكون عندنا كذلك بعض الأشخاص كانوا هم مصدر تحديد لهذا الفرد. فيذكر مثلاً أسماء هؤلاء الأفراد. يعني مثلاً الزوجة مثلاً يمكن يكون تذكر مثلاً الزوج أو الأب أو الأخوة أو الأخوة وهكذا. هذا النوع من الاختبارات تحديد الأدوار هي كذلك يعني توضح أنه البيئة اللي كانت مصدر تحديد للعميل. ويصنفهم هما يعني يوضح أنه يضعهم في قوائم يعني. ده النوع الثاني بالنسبة لي، أسلوب الثاني بالنسبة لي كلي. الأسلوب الثالث اللي هو الإنسان يميل لتفسير الأحداث بشكل ثنائي تشابه اختلاف. يعني أحياناً تلاحظوا أن إحنا دائماً نذكر مثلاً يكون عندنا تفسيرنا للحاجات يائماً من حيث التشابه يائماً من حيث يكون فيه الاختلاف. يعني يكون مثلاً من نوعية في الجانب هو التشابه والاختلاف. يعني يقول مثلاً في هذه الأشياء يعني يسكن الأشياء اللي فيها تشابه. في النقطة الثانية الأشياء اللي فيها اختلاف. وبالتالي هذا الأسلوب اللي هو أسلوب التفسير للأحداث بشكل ثنائي يعني يمكن يعطيه كذلك يعطيه مفهوم كامل عن الأشياء اللي هو نظرة العميل نفسه إليها يعني أو كيف ينظر للأمور يعني. معرفة أسلوب نظرة الفرد في تفسير رهيل الأحداث. يعني كيف هو يفسر هذه الأحداث. كيف ينظر لهذه الأمور من خلال هذا التفسير ومن خلال هذا الأسلوب. الآن نأتي لروتر اللي هو يعني يذكر هناك ستة أساليب. أولاً الاعتماد على إجراءات قياسية متنوعة. هو روتر استخدم إجراءات قياسية متنوعة وتحديد أن التعلم والأداء يختلف للناس حيث يدركون أن الظروف المرتبطة بمهاراتهم أو بالحظ أو الفرص. يعني بعد الأفراد يعني بعد الأفراد يفتكروا أنه التعلم في ناس ينظروا أنه الأمور تجي بالصدفة. وفي بعد وجهات نظر لا يعني هذه الأمور تأتي بالتعلم. فدائماً الشخص اللي يقول دائماً بالصدفة يعني لو أنتوا يعني تخيلوا أنه يعني فيه شخصين فيه شخص يؤمن بأنه يعني الأمور تجي كلها بالصدفة وفيه شخص آخر يقول لا يعني أنه نحن الظروف مرتبطة بالمهارات يعني وليس بالحظ يعني. طيب الفرق ما بين الشخص اللي ينظر بالحظ والشخص اللي ينظر بالفرص. طيب هو دائماً الاختلاف بين الموقفين. الحظ والصدفة يكون هو تقليل الاعتماد على الخبرات السابقة. يعني دائماً الشخص اللي يعتمد على أنه خلي الأمور يعني هذه وجهة نظر أنه الأمور لو تأتي بالصدف خلاص يعني ما هيعتمد على الخبرات السابقة. على عكس اللي يكون الشخص اللي يؤمن بأنه الفرص تجي من خلال الشخص المرتبطة بالمهارات. لا يكون هو أكثر آداءاً لأنه أنا إذا اعتمدت على الصدفة وعلى الحظ يعني خلاص الأمور هكذا تأتي بالصدف يعني وبحظ. أما الشخص اللي يعتمد المرتبط عنده بالمهارات دائماً هيكون هو أكثر آداءاً. أنا أؤمن بأنه أنا من خلال المهارات من خلال التجارب من خلال هذه المهارات السابقة أستطيع أن أحسن آدائي. يعني مثلاً أنا في الاختبار السابق كان آدائي مثلاً ما كان جيد. فأنا من خلال هذه الاختبار القادم أقول أنا مثلاً آدائي كان جيد فأنا أريد أن يكون آدائي امتياز. فمن خلال أنا يعني يكون عندي آداء معين أكثر من الآداء الجيد حتى أحسن الآداء اللي يكون بشكل أفضل. لكن لو افترضنا أنه فيه طالبة أخرى يعني ربما سبحان الله عن طريق الصدفة المواضيع اللي زكرتها أو اللي زاكرتها أو اللي مثلاً كانت مركزة عليها والاختبار جاء من هذه المواضيع. فالصدفة والحظ جاء ما شاء الله يعني وقدرت تستطيع أن تحصل علامات امتياز. فتكون هي يعني معتمدة على أن حظ كده والصدفة يعني يعني يمكن رب أراد لها وبتكون هي معتمدة على الصدفة. فاللي يكون مركزة على الصدفة وعلى الحظ دايماً آدائه يكون أقل أو يكون أقل. أما اللي يعتمد على المهارات هذا يكون دائماً آدائه أكثر. لأنه معتمد يعني اعتماد كله على المهارات السابقة. بالنسبة لأساليب القياس يذكر إدلر أساليب القياس الحيادي اللي هي المقابلة لإختبارات السلوك المسيطرة عليها الملاحظة السلوكية الاستبيان هذه يمكن الأساليب اللي هي استخدام إدلر ذكرنا له ست أساليب اللي هي الأساليب المذكورة طريبا هو استخدم في موضوع القياس أو موضوع الشخصية الآن نأتي لكايتل له ثلاثة أساليب له ثلاثة أساليب أولاً أكثر المنظرين استعمالاً للاختبارات والأساليب الإحسائية يعني هو أحد العلماء أو أحد المنظرين يستخدم الأساليب الإحسائية يستخدم الاختبارات وهذا يمكن نحن في علم النفس وبشكل عام في مجال العلوم الإنسانية هناك مقايز كثيرة وأساليب اختبارات كثيرة جداً عادة الطالب يستخدمه أو الباحث يستخدمه ومن خلال التحليل الإحسائي يستطيع أن يمكن تكون عنده نتيجة لدراسات معينة طيب بالنسبة لهذه الأساليب الإحسائية هي البيانات الثلاثة أولاً سجل الحياة، بيانات الاستبيانات، واختبارات موضوعية استخدم ثلاثة أساليب أولاً سجل الحياة وهي تقديرات السلوك في واقع الحياة عدد الحوادث التي تعرض لها خلال 20 سنة مثلاً من حياتي مثلاً والدراجات التي تحصل عليها فيبدأ أن سجل الحياة معناها أنا حياتي خلال فترة معينة هذا السجل، هذه المعلومات مثلاً أنا لو أنا كعميلة تسأليني مثلاً تقولي خلال الخمسة عشر سنة الماضية طيب كيف كانت أنا حأسكر؟ مثلاً حققت ماذا حققت من النجاحات؟ هل أنا تعرضت لأي حادثة؟ ماذا حصل في حياتي؟ كأنه أنا يكون عندي ملف تغريري عن حياتي خلال فترة معينة هذا النوع الأول النوع الثاني هو بيانة استبيانات جمع المعلومات من خلال المقابلة يعني زي ما ذكرت العميل المرشد يقابل العميل ويأخذ منه معلومات وإنحنا كلنا عارفين في الإرشاد يكون في مقابلة فيها البيانات فيها المعلومات المتكاملة فيأتي أنا أعمل دراسة يكون عند ملف من خلال المقابلة هذا النوع الثاني النوع الثالث هو اختبارات موضوعية من خلال ملاحظة في موقف اختباري مقنن مثال اختبار رشخ أو غيره يعني في اختبارات كثيرة جدا يستخدموها الباحثين والعلماء والهم يعملون في هذا المجال فأنا من خلال الاختبارات التي أطبقها أستطيع عن اختبارات موضوعية مثلا عندنا اختبار تقدير الذات اختبار التوافق اختبار الضغوط الحياتية كثير من الاختبارات موجودة عندنا في مجال علم النس أنا أطبق هذا الاختبار وهذه المقاييس وهي تعتبر موضوعية يعني أنا لو أعطيتون مثلا اختبار عن تقدير الذات وأنا أجاوب على هذه الأسئلة فيأخذ المرشد ويحلل هذه المعلومات ويستطيع أن يعطي مثلا هل أنا تقدير عالي تقدير متوسط تقدير منخفض وهكذا الأساليب الثلاثة تؤدي إلى تقدير السمات الرئيسية في الشخصية هذه الأساليب الثلاثة اللي ذكرها كايتل كايتل بتذكر أن يعني من خلال هذه الأساليب الثلاثة نستطيع أن نعرف السمات الرئيسية في الشخصية لأنه هو جمع لو ملاحظين هو جمع ما بين تاريخ الحياة جمع ما بين المعلومات جمع ما بين هي الاختبار الموضوع فملاحظين كأنه هي بنية متكاملة يعني أنا لما يكون عن العميل معلومات كافية عن حياته الماضية وهكذا وبعدين أنا أكون طبقت مغياس معين فبالتالي أصبحت بالنسبة لي يعني معرفة العميل سهلة ومتكاملة الآن حنأتي تطبيقات النظريات في العلاج النفسي كيف طبقت هذه النظريات؟ كيف طبقت هذه النظريات؟ لأننا الآن ذكرنا في البداية لكل عالم كان عنده أسلوب معين كان عنده طريقة معينة استطاع من خلالها العالم أو يعني توصل إلى طريقة بحثية معينة يعني الآن لكل عالم في أسلوب استخدمه في تحليله للشخصية ومن خلاله استطاع أن يتوصل إلى الأسلوب البحثي الآن في هذه الجزئية كيف نطبق هذه الأساليب اللي كل عالم ذكرها؟ نطبقها كيف العلاج؟ يعني كل عالم نحن يمكن لو ملاحظين في البداية ذكرنا من سيجمانت فرويد التذاعي الحر والأحلام وغيرها من الأساليب الكثيرة جدا إدلر وماسلو وغيرهم الآن نأتي كيف نطبق في العلاج؟ أولا نبدأ بالسيجمانت فرويد هو فهم الصراع عن نفسي يعني دائما لو ملاحظين أنه سيجمانت فرويد يركز على الأشياء المقبوطة داخل الإنسان الإنسان مر في حياة أنه يكون فيه أشياء مقبوطة في اللاشعور وبالتالي هي التي تسبب الصراع وهي السبب في الغلق النفسي معناها كل الأشياء المقبوطة داخل العميل هي كانت السبب في الصراع استعمال الحيل الدفاعية ينتج عنها توقف النمو الطبيعي يعني الحيل الدفاعية ما هي الحيل الدفاعية؟ هل عندكم أي معلومات عن الحيل الدفاعية؟ الحيل الدفاعية ما هي الحيل الدفاعية؟ الحيل الدفاعية يعني مثل كبت الإنكار أيها الإنكار يعني الحيل الدفاعية أنه الإنسان ينكر أنه يعني يحاول يعني ينكر الأشياء اللي هو يعيشها أو اللي هو يشعر فيها فيذكر أن استعمال الحيل الدفاعية ينتج عنها توقف النمو الطبيعي يعني الإنسان ما ينمو نمو طبيعي إذا كان هو دائما ينكر إذا كان هو دائما يدافع إذا كان هو ما يقول الحقيقة أو الشعور الداخلي السراع يؤدي إلى دعف وعدم قدرة على التوافق بفاعلية مع مطالب الواقع الخارجي أنه السراع الداخلي اللي هو يركز عليه السيد من فرويد يؤدي إلى عدم التوافق وكذلك يعني عدم التوافق بفاعلية مع مطالب الواقع الخارجي إذن إحنا كنا نشعر بسراع داخلي نعيش حياة فيها سراع فبالتالي يجعلنا نحن دعفاء نحن ما نستطيع أن نتوافق مع مطالبنا الخارجية يوفر المعالج النسي المساعدة لفهم مصادر السراع النسي يعني بالنسبة لسيد من فرويد في مشكلة السراع النسي يقول لابد من المعالج اللي هو المرشد أن يساعد العميل لفهم مصادر السراع يعني لابد أنا كمرشدة أساعد العميل أنه يعني مصادر هذا السراع وكيف هو السراع وغيره مساعدته على أن يواجه المواقف الانفعالية الماضية وأنا أساعده كذلك كيف يواجه المواقف الانفعالية الماضية يعني كيف التجارب الماضية الحياة الماضية المشاكل اللي كانت في الماضي لابد أنا أن أساعد العميل حتى يواجه هذا الانفعال الماضي التحرر من السراعات والتفسير بمصادر المشكلات يعني أنا أجعل هذا العميل يتحرر يعني يتخلص من هذه السراعات وأنا أجعله يكون هو مبصر بمصادر المشكلة من أين أتت المشكلة وكيف أتت هذه المشكلة نقل السراعات من مستوى اللاشعور إلا الشعور يعني دائما سيجمان فرويدي ركز أن نحن نخرج هذه السراعات نخرج هذه الأشياء المكبوطة في داخلنا اللاشعور نخرجها إلى الشعور حتى يعني ما كبتها يؤدي إلى استمرارية الصراع ويؤدي إلى استمرارية عدم التوافق السيطرة على الأنا من أجل التوافق والانسجام يعني استطيع أنه يتخلص من الأنا والسيطرة عليها حتى استطيع أن نسجم أو التوافق مع البيئة الخارجية هذا بالنسبة للسيجمان فرويد نأتي الآن لإدلر إدلر يركز على إعادة تنظيم المعتقدات والأهداف القاطعة يعني بمعنى أنه هناك أهداف قاطعة هناك مفاهيم قاطعة كيف نعيد ترتيبها كيف نعيد تنظيمها ويذكر أنه الأشخاص العصابين والذهانيين يمتلكون أساليب حياتية خاطئة هذه هي وجهة نظر يقول أنه الشخص اللي يعاني من الجانب من الأمراض العصابية أو الذهانية له أسلوب خاطئ في حياته ما هي مثال للأمراض العصابية والأمراض الزهانية ما هي الأمراض العصابية ومثال لها يعني الأمراض العصابية أو الذهانية مثال لمرض عصابي ومرض ذهاني العصابي مثل الاكتئاب أيها العصاب مثل الاكتئاب والمخاوف بأنواعها الغلق والوساوس وكذا يعني وفي العصاب يكون الشخص مدرك في غالب يعني إلا إذا كان عصابي تحول للذهاني طيب مثال للأمراض الذهانية بسام بسام أيها الهلاوس الهلاوس الهوس أي والهوس الهوس الدور وغيره وهذه هي نظرية إذنر أن الأشخاص إذا كان عصابيين أو ذهانيين عندهم أساليب خاطئ في حياتهم النقطة الثانية تكتسب الأساليب الخاطئة من الوالدين بسبب الإهمال أو الدلال يقول أنه هذه الأساليب الخاطئة بعد الأساليب الخاطئة الإنسان يتعلم من والدينه يا إما عن طريق الإهمال أو الدلال يعني الاثنين بيأدوا إلى أساليب خاطئة الإهمال بيأد إلى أن يعني الطفل يكون مهمل يفقد الأمان يفقد الحب يفقد الحنال الدلالي يعلم الطفل في كثير من الأحيان الاتكالية ويفقدوا أنه ما يقدر يعمل شيء ويعتمد على الآخرين فهذه هي بالنسبة لإدلر النتيجة الحتمية للأنماط الخاطئة هو القلق وعدم الشعور بالأمان يعني يركز على الأنماط الخاطئة نتيجة الحتمية هو القلق وعدم الشعور بالأمان الفرد العصابي يفكر بطريقة متكبرة أو أنه متفوق على الآخرين فإنه يشعر بأنه هو يعني شخص يائما يعني شخص متميز يعني شخص غير الآخرين وهكذا الفرد الذهان النظر للآخرين بشك وريبة يعني أما الشخص اللي يعاني من جانب الذهان دائما يكون عند شكوك وريبة وعنده يعني عدم ثقة في الآخرين أما العصابي بيكون هو نظرة نظرة تكبر وتفوق على الآخرين الهدف بالنسبة للهدف العلاج هو عادة تلك الأفكار الخاطئة وتنظيمها يعني الآن إدلر يركز على العلاج بالنسبة لإدلر أنه كيف نحن نرتب هذه الأفكار الخاطئة كيف ننظم هذه المفاهيم الخاطئة ونعيد ترتيبها لأن الشخص إذا كان ذهاني أو عصابي بيعاني من مفاهيم خاطئة فيحتاج من أنا كيف أعيد وأرتب هذه المفاهيم الخاطئة يجب على المريض الابتعاد عن نفسه والتوجه المنتج نحو الآخرين يعني أنا كعميلة لابد أن أبتعد عن أولاً نفسي والتوجه المنتج نحو الآخرين يكون عندي توجه منتج نحو الآخرين التوجه نحو المصلحة الاجتماعية كذلك تفكيري يكون نحو المصلحة الاجتماعية يعمل المعالج النفسي كموجه نحو تحقيق الغايات أنا كمرشدة كمعالجة أعمل من أجل أن أجعل هذا العميل يحقق الغايات وفهم الصعوبات الطفولة ويفهم كيف الصعوبات يعني بمعنى أنه زي ما ذكر في البداية كيف أعيد ترتيب هذه المفاهيم الخاطئة كيف أعيد وأنظم هذه المعتقدات الخاطئة ربما العميل يكون عنده معتقد خاطئ مفهوم خاطئ في الطفولة فبالتالي أنا كمرشدة وكمعالجة يعني المطلوب أن أنا أعيد ترتيب هذه المفاهيم المساهمة في تحقيق سعادة المجتمع ورفاهيته هذه من الأشياء اللي يقوم بها المرشد يساعد العميل أنه ينظر للمجتمع ويساهم في رفاهية المجتمع وفي سعادة المجتمع طيب بالنسبة لإدلر الآن نشوف بالنسبة لفروم بالنسبة لفروم ما هو دور المعالج وما هو المهام اللي يقوم بها المعالج والآن نأتي نرى كيف هو تبنى بعض الأشياء اللي هي تغيير ظروف الفرد والمجتمع يذكر فروم أنه أسباب الأمراض النفسية هي حضارية اجتماعية حتى هو في نظريته في ساليب البحث بالنسبة للشخصية لو لاحظته قبل يمكن في بداية المحاضرة هو ركز على العوامل المحيطة بالنسبة للعميل إذا كانت أسباب سياسية اجتماعية حضارية غيرها دائما يركز بهذه العوامل كيف تؤثر على العميل وعلى حياته فيبدأ أسباب الأمراض هي ناتجة لأسباب حضارية واجتماعية تتضمن العلاقة بين الوالدين على مستوى الدقيق تتضمن القوى الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العيان القوى المتنوعة هي المسؤولة عن عدم قدرة الفرد في تحقيق التوجه المنتج يذكر أن هذه الأشياء إذا كانت من علاقة بين الوالدين القوى الاقتصادية والاجتماعية القوى المتنوعة يعني كل هذه أنواع القوى المحيطة بالعميل هي اللي كان السبب في عدم تحقيق اللي هو التوجه المنتج يعني حتى الشخص يكون شخص منتج لا بد أن تتوفر لو هذه البيئة هذه العوامل المحيطة بالنسبة للفرد اللي هي مجتمع ظروف إذا كان ظروف الفرد نفسه والمجتمع المحيط هي اللي هي شكلت بالنسبة للعميل فبالتالي كيف أن إحنا نقير هذه الظروف حتى يشعر العميل وتكون هي السبب في طريقة العلاج شعور الفرد بأنه هذا القوى المهددة لوجده فيش يعني يجد أنه شعور القوى المهددة بالنسبة للفرد بتشعور بالاقتراب يعني يشعر أنه في قوى مهددة في عدم أمان في عدم استقرار فتجد أن الفرد يشعر بالاقتراب يعني يشعر بداخلية يشعر بقربة تحقيق النمو الإيجابي من خلال اطلاع على الظروف العائلة إدراك الذات ومعرفتها فيمكن يركز كذلك فرم على النمو الإيجابي من خلال نحن نطلع على الظروف العائلة كيف كان الظروف هذا العميل كيف كانت عائلته ما هي إدراكات العميل ومعرفته عن ذاته يعني كيف ينظر العميل إلى نفسه فبالتالي أنا معرفتي بالعميل نفسه وبالظروف المحيطة من عائلة بهذا العميل أستطيع أن أعرف حقق النمو الإيجابي بالنسبة للعميل النمو الإيجابي هو التغيير داخل الشخص والمجتمع بأكمله حتى ينمو الإنسان نمو إيجابي لابد أن يكون أول من داخل العميل والمجتمع بأكمله طيب الآن نأتي للبورت البورت هو يذكر أنه في طريقة اسلوبه أو نظرياته العلاجية اللي هي تفسير الفرد بأهداف مشوهة يعني معناها في أهداف مشوهة بالنسبة للفرد فكون أنه أنا كمرشدة وبصر هذا العميل بالأهداف المشوهة يكون هذا الأسلوب هو الشخص النادج السليم يكون في حالة من الملاءمة يعني دائما كقاعدة الشخص الإنسان النادج السليم الإيجابي يكون في حالة من الملاءمة يعني يكون في ملاءمة ما بين وضعه ما بين ظروفه يكون عايش في حياة ملائمة ولذلك تطور الفرد يتأثر بالعلاقة الخاطئة مع الوالدين والأم فيأتي للنقطة الثانية بالنسبة للبورت أن الفرد يتطور يتأثر بالعلاقة الخاطئة مع الوالدين وذكر خاصة الأم ففي البداية الحياة لأنه احنا ذكرنا فيه حتى في مراحل الأولى مرحلة الرضيع مرحلة الوليد الطفل هو أكتر شخص مرتصق به الطفل هو هي الأم فكون أنه العلاقة كانت علاقة سليمة علاقة مستقرة مع الأم وهذه المفاهيم اللي هو يأخذها إذا كان هو يشعر بالحب يشعر بالحنان اتجاه أمه أو أمه تشعر بهذه المشاعر الطيبة يقول أنه يتأثر هذه العلاقة بتؤثر على الإنسان مدل يعني فيما بعد نقطة الثانية إيسان المريض لحالة من يشعر فيها بأنه مقبول ومرقوب فيه يعني كيف أنا كمعالجة هذا الأسلوب أجعل العميل أنه هو شخص مقبول ومرقوب فيه وأنه هذا الشخص يعني بمعنى أنه يعني قبول العميل كشخص أو كفرد يعتبر هذه النوع يعني يشعر فيه العميل براحة ويكون هذا الأسلوب أنا كمرشدة كيف أجعل العميل يعني يشعر بهذا النوع من الشعور لأنه هو يعني العميل لديه أفكار مشوهة عنده أهداف مشوهة نتجة نتيجة له حياة صادقة فبالتالي أنا كمرشدة هذا الأسلوب أنا أتبعه حتى أشعر العميل بأنه هو شخص مرقوفين أن يتعلم المريض الحب لأنه أفضل أشكال العلاج البورتي يركز على أنه شعار العميل بالحب هي تعتبر من أفضل الأساليب وتعتبر هو أفضل أشكال العلاج لأنه بمعنى أنه هو هذا العميل معناها فقد الحب فقد الاهتمام فكونه أنه أنا كمرشدة أشعر بهذا الشعور فبيكون هو هي تكون أفضل أشكال العلاج فرد المجتمع مطالب غير عادية على الفرد تؤدي إلى صورة مشوهة عن الذات وحال لا يطيق فيها الآخرين طيب شعور الفرد بأنه المجتمع يفرد عليه أشياء ويفرد عليه مطالب يضطر الفرد أن يعني ينفذ هذه التعليمات أو هذه المطالب وهو مكره يعني أحياناً أو بتكون هذه المطالب في الطاقة العميل فيجد أنه يعني هذه الأشياء المطالب بتجعل الفرد صورة عن ذات مشوهة طيب أنا أنفذ فقد ما يطيق المجتمع فبالتالي أنا يعني بمعنى أنه العميل ما يكون حر نفسه ما يكون هو ملك نفسه فهو بيكون في حالة فقط تلبية مطالب المجتمع ويشعر بنظرة مشوهة تجاه نفسه يعني ما حتكون عنده يعني نظرة واضحة لنفسه ما حيكون عنده قناعة بنفسه هو فقط ما يمليه عليه المجتمع هو يفعل يعني طبعاً هذه الأمور قد تكون بالنسبة لبعض النظريات الغربية تكون مقبولة في بعض الأشياء إذا كانت بالنسبة لهم هم يعني مثلاً نحن في بعض القيم المجتمعية في عاداتنا في أشياء أن القيم أن نحن كمجتمع تناسب أو كمان هي تتوافق مع قيمنا الدينية هذه تكون من القيم المقبولة هذه تكون من القيم اللي أنا أشعر فيها يكون عندي مفهوم واضح أنه هذه القيمة تتعلق بقيمة يعني هويتي تتعلق بقيمة انتماءة لديني فبالتالي إذا كانت تناسب أو تتوافق مع قيمة الدينية أنا يعني 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 زي ما تقول يعني ما بالنسبة لي أنا ما تكون أشياء مفروضة لا بتكون هي جزء من الغيمة الكبيرة يعني هتكون عندي الغيمة الكبيرة ومن دمنها يكون جزء من هذه الغيم الغيم المجتمعية فهذه المفاهيم أحيانا بالنسبة لنا نحن كمسلمين تختلف بالنسبة للغرب يعني على المعالج النفسي مساعدة الفرد للتعرف على مسادر الأهداف المشوهة والوصول للنطف يعني دور المعالج النفسي بالنسبة للبورد إنه كيف أنا أساعد العميل حتى يتعرف على مسادر الهدف المشوه والوصول إلى النطف يعني إذا كان هناك أهداف مشوهة العميل ما يدري ما هي أهدافه وهذه أهداف غير واضحة فيها نوع من التشوء يعني يعني مشوش أموره يعني مثلا نظرته الأمور غير واضحة مطلوب من العميل أو دور المرشد عفوا دور المرشد إنه يساعد العميل يتعرف على من أين أتت هذه الهداف المشوهة ويساعده على أن يصل إلى الندوج ويصل إلى مرحلة يكون هو أكثر الندجا وأكثر معرفة طيب طيب في أي سؤال الأمور واضحة سوفر كيف الأمور تسير ممكن تعلغولي كيف الأمور تسير شباب إيو واضح طيب الآن نأتي للتباين التباين بينهم في طرق العلاج التباين في طرق العلاج يعود أولا لأسباب التباين يعود لمصدرين أولا أسباب الاضطراب السلوكي والأمراض النفسية لو لاحظت أنه التباين بالنسبة للعلماء نتيجة لمصدر المرض نفس ومصدر المشكلة نفسها فبما أنه أنا أرى أني مثلا أرى أنه هذه المشكلة لا مصدرها من الطفولة المبكرة قد ترى عالمة أخرى لا هذه المشكلة سببها البيئة المحيطة وإنتم ملاحظين الآن يعني بعد العلماء يرى أنه البيئة الغير سليمة البيئة اللي يكون فيها استراع البيئة اللي تكون ضاقتة على العميل بتكون هي واحدة من مصادر الضغوط واحدة من مصادر الأمراض أو واحدة من مصادر الأفكار المشوهة دايما لاحظنا قبل قليل بالنسبة للبورت وبالنسبة لفروم يعني يركز إنه وبالنسبة لماسله البيئة اللي كان عندها دور في إنه هذا الشخص تكون عنده أفكار مشوهة أفكار غير واقعية أثرت عليه في آخرين يروا لا يعني إنه الاضطراب أو المشاكل ناتجة نتيجة لعدم تحقيق أشياء في السراع داخل الفرد نفسه يعني هذا الشخص ما أشبع رغبته وحصل له السراع داخلي وسبب المشاكل هي من المشاعر المكبوطة فده يمكن نلاحظ يعني داخل الفرد نرى إنه سيجمان فرويد دائما يركز على السراع ناتج نتيجة للأشياء الداخلية وبالنسبة لروجرس بيرى إنه نتيجة السراع نتيجة للذات المدركة وخبراتها يعني اللي هو نظرة الإنسان لنفسه وهذا السراع الناتج من كيف أدرك ذاتي وبإضافة الخبرات الحياتية في هذا التباين للمصدر نأتي إنه تعلم الفرد الاستجابات غير المرقوب فيها هي أسباب الاضطرابات والأمراض النفسية يرى إنه في أسباب الاضطراب والأمراض النفسية إنه الفرد تعلم استجابات غير مرقوب فيها وهي السبب اللي أدت إلى الاضطراب والأمراض النفسية وهذا ما ركز عليه روتر وباندورا وولترز وسكنر فالأربع العلماء أو الأربع الباحثين يركزون على إنه هناك استجابات غير مرقوب فيها يعني أنا استجبت لشيء غير مرقوب فيه وبالتالي سببت هذا المرض النفسي نتيجة الأسباب لعدم شعور الفرد بالأمان يعني هذه الاضطرابات جاءت نتيجة لعدم شعور الفرد بالأمان وهذا ما ركز عليه إدلر وفروم والبورت وماس لأنه الطفل اللي يشعر بحالة من عدم الأمان الطفل اللي يشعر بفقدان الحب والحنان في فترة من حياته هي كانت نتيجة للشعور بالإطراب أو الأمراض النفسية هذا بالنسبة للتباين لو ملاحظين أنه كل واحد التباين مرتبط بالنظرية مرتبط بالمفهوم العام بالنسبة للشخص نفسه أو للشخصية يأتي التباين كذلك إحنا ذكرنا أول التباين يأتي نتيجة لمصدرين أولا أسباب الاضطراب السلوكي النقطة الثانية التباين في كيفية معالجة الأسباب فلو ملاحظين أنه كيفا يعني بما أنه وجهة نظر العلماء أو نحن لو افترضنا نحن كعلماء الآن كل واحد مننا كل واحدة مننا لها طريقة معينة لها نظرة معينة في شخص الإنسان فبالتالي طريقتنا ستختلف العلاج من شخص لآخر التباين في العلاج يعني أنا كيف أعالج هذا العميد كيف أعالج هذا المريض كمرشد أو كمعالجة التركيز بالنسبة لكيفية معالجة الأسباب اللي أتى بها كان السبب هي في المرض نفسه التركيز على المعالج يتحمل الدور الأساس في عملية الشفاء ومن هؤلاء هما فرويد أنه يركز على أنه العميل على المعالج يتحمل الدور الأساس في عملية الشفاء أنا كمرشدة الدور العبء الكبير والمسؤولية الكبيرة سيجمان فرويد يحمل من المعالج يعني المعالج أنت كمرشدة وكمعالجة لك الدور الكبير في عملية الشفاء بالنسبة للعميل يعني المرشد هو اللي يقوم بالدور الكبير أولا يذكر أنه بعدين في النقطة نفسها أهمية تفسير المريض بأهدافه الخاطئة أما بالنسبة لإدلت والبورت يركز على أنه من الأشياء الهامة جدا في طريقة العلاج أنه أنا نبصر المريض بأهدافه الخاطئة يعني العميل عنده أهداف خاطئة المريض عنده أهداف خاطئة فبالتالي أنا كمعالجة دوري الأساسي أنه أبصر هذا العميل أبصره بأنه هو يحمل هذه الأفكار الخاطئة بالنسبة لروجرس يركز على التغيير يجب أن يكون في مفهوم الذات هذا التباين أنه مفهوم الذات لأنه نظرية الذات أو بالنسبة لروجرس بركز دائما على مفهوم الذات يعني أنا المفهوم عن ذاتي خاطئ وبالتالي العلاج يبدأ أن يكون في التغيير كيف نقير هذا المفهوم الخاطئ في الذات مساعدة المريض في تقويم بنية جديدة أو مراجعة بنية قديمة من أجل التفاعل الإجابي مع بيئته كالي يرى أنه كالي في نظريته أو في طريقة للعلاج أنه كيف نساعد هذا العميل أن يكون بنية جديدة معناها عنده مراجعة بنية القديمة عنده بنية قديمة فيها شيء من الأخطاء هذه البنية القديمة لابد يتم إعادة ترتيبها إعادة فهم هذه البنية وبالتالي من خلال إعادة بنية قديمة من أجل لماذا التفاعل الإجابي مع بيئتي حتى هذا العميل يتفاعل مع بيئتي حتى العميل يكون له التوافق والانسجام لابد أن يعيد ترتيب هذه البنية القديمة اللي كان فيها فيه شيء من الأخطاء يعني يتم مراجعتها وتصفيرها هذا بالنسبة ليه كالي بالنسبة ليه بنادورا وولترز يروا أنه أن ينصب العلاج على تغيير مشاعر الإحساس بعدم الكفاءة وعدم القدرة يرى أنه بنادورا هناك فيه أشياء خاطئة يعني هي مشاعر والأحاسيس بالنسبة للعميل الخاطئة أنه يرى أنه قير كفء نظرته أنه ما له أي مقدرة بمعنى أنه كيف أقير هذه المفاهيم بالنسبة للعميل أجعله أنه يشعر أقير هذه المشاعر بأنه هو إنسان له مقدرة له إمكانيات وبالتالي يركز العلاج في هذه النقطة الآن لو ملاحظين لكل عالم مركز على طريقة معينة على نقطة معينة في العميل في منهم من يرى أنه العميل المرشد هو اللي يقوم بكل شيء فمنهم من يرى أنه الأفكار التي يحملها العميل فيها إشكالية فبالتالي يستطيع أن يسحي هذه الأفكار وهكذا لو ملاحظين هذه التباين في طريقة العلاج وقبلها كان عندنا التباين في أسباب الإضطراب السلوكي والأمراض النفسية طيب هل في أي سؤال في التباين في إذا كان في أسباب الإضطراب السلوكي والأمراض النفسية أو كمان عندنا التباين في جزئين تباين في المصدر الأسباب وتباين في طريقة الإلاج قبل ما ننتقل لمحطة أخرى هل في أي نقطة الأمور واضحة كأن واضح الأمور كلها تمام الآن بعد ما تعرفنا على التباين في مصادر الأمراض وطريقة علاجها في كيف يكون لكل عالم لكل ساحب نظرية عند أسلوب معين عنده طريقة معينة كيف يتم معالجة العميل الآن نأتي أول هي ما هي الطبيعة البشرية بالنسبة للمضامين التي تتعلق بالطبيعة البشرية وفي تفسيرنا للسلوك الإنسان وشخصيته طبعا لكل عالم لكل باحث لكل منظر له مفهوم عن الإنسان وإنه نظرته للإنسان ما هي نظرتهم للإنسان وكيف تكون وما هو الإنسان وكيف يكون تفاعل الإنسان مع الطبيعة البشرية كيف يكون تفسيره هو للسلوك لأنه نتيجة لمفهوم للإنسان نفسه هيكون تفسيره للسلوك لو مراحظين نظرة العالم أول باحث للإنسان هي تفسير سلوك الإنسان فالإنسان مرتبطين ببعض يعني نحن نفسر سلوك الإنسان بناء على ماذا بناء على نظرتنا للإنسان نفسه تمام طيب نأتي أولا ما هي الطبيعة البشرية بالنسبة لماسلو الإنسان لا يستطيع البقاء دون إشباع الحاجات الأولية أولا ركز ماسلو أن الإنسان ما يستطيع يعني الإنسان ما يستطيع أن يلبي أو البقاء في الحياة أو البقاء الإنسان مرتبط بإشباع الحاجات الأولية ما هي الحاجات الأولية أكل الشرب الأمان أيها أحسنت يا هند طيب في صورة في القرآن مسكور فيها بعد الأشياء من هذه الأمور أن إحنا كمسلمين الله سبحانه وريش أيها يعني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني الإنسان يعني أهم حاجة عنده هو حاجة البقاء اللي هي حاجة الإشباع اللي هي حاجة الحاجة إلى المأكل والمشرب والشلتر والمسكن ثم بعد ذلك تأتي الحاجات الأخرى اللي هي حاجة تحقيق الذات على المكان الاجتماعي وغيرها بالنسبة لي ماسله لا يتطور الإنسان دون الحاجة دون الحاجات النفسية بمعنى إنه ماسله الآن عنده جانبين الجانب الأول البقاء مرتبط بالحاجات الأولية أولا البقاء مرتبط بالحاجات الأولية والحاجات والتطور مرتبط بالحاجات النفسية فالآن عندنا نقطتين بالنسبة لماسله البقاء مرتبط بالحاجات الأولية والتطور مرتبط بالحاجات النفسية اللي هي التطور مقصود به الإنسان تطوره ونماءه تطوره في الحياة يكون من خلال الحاجات النفسية اللي هي فيها تحقيق الذات وفيها المكان الاجتماعي وغيرها فهذه النقطتين أو الجزئين الأساسيين اللي ركز عليهم ماسله النقطة الثانية بالنسبة لماسله دراسة الشخصية لا يمكن أن تنشق من نتائج مختبرية حيوانية ولا من مرضى والمضربين والذهانين يرى ماسله هو أنتقد بعد العلماء يعني بعد العلماء نظروا للإنسان وجربوا تجارب على الفئران وطبقوها أنه نظرية حتى لو متذكرين نظرية الاستيميلس والرسبونس نظرية بافلوب لو متذكرين بافلوب بيركز على الاستيميلس والرسبونس اللي هي المثير والثارة والاستجابة فينتقد ماسله أن هؤلاء العلماء لا يمكن أن يطبقوا هذه التجارب اللي هما طبقوها في مختبرات على الحيوانات عزكم الله لا يمكن أن يطبقوها على البشر العاديين أو على الإنسان العادي فإنه هناك فيه اختلاف بالنسبة لي ماسله كيف تطبق أنت نظرية طبقتها على الفئران وعلى الحيوانات عزكم الله كيف نمكن نطبقها على الإنسان فهذا هو انتقاد ما أصد في هذا الجانب أو وحتى النقطة الثانية اللي هي بعد العلماء بعد هو سيدمون فرويد وغيرهم هما طبقوا بعد النظريات على بعد الأشخاص اللي كانوا يعانون من أمراض زهانية أو أمراض عساقية فكيف يكون أنا تفسيري لإنسان العادي اللي ما يعاني من أي مشكلة من أي مرض كيف أطبق عليه نتيجة لأنا أنا تحصلت عليها من نتيجة شخص آخر يعاني من مشكلة مرضية فكان هذا بالنسبة له من دمن الأشياء اللي هو اختلف في تفسيره للطبيعة البشرية النقطة النقطة التانية معظم معظم الناس قادرون على تحقيق مستويات عالية من الإنجازات إذا توفرت لهم البيئة وهذه النقطة اللي يركز عليها ماسلو يقول للإنسان يستطيع أن يحقق يستطيع أن ينجز يستطيع أن يفعل أشياء إذا ماذا توفرت له البيئة مناسبة إذا الإنسان توفرت له بيئة سالحة بيئة مهيئة يستطيع أن يبدع يستطيع أن ينجح يستطيع أن يتفوق يستطيع أن يحقق كل ما يريده فيعني معناها بالنسبة لماصلو ركز على ثلاثة جوانب أولا من حيث نظرته للإنسان الإنسان يستطيع البقاء يائم بإشباع الحاجات الأولية ويتطور بالحاجات الثانوية اللي هي النفسية النقطة الثانية اللي هي موضوع أن العلماء يعني ليس من العدل أنك تقارن نتيجة تجارب من غير الإنسان أو الحيوان أن تطبق على الإنسان ونتيجة لأمراض لأصحاب يعاني من أمراض نفسية على بشر عاديين النقطة الثالثة أن الإنسان يستطيع أن يبدع يستطيع أن يحقق النجاح إذا توفرت له البيئة المناسبة هذا بالنسبة لي ماسلو الآن نأتي بالنسبة لروجرس نرى ما هو طبيعة البشرية بالنسبة لروجرس يرى أن الطبيعة البشرية هي إيجابية في جوهرها أول نقطة هي إيجابية في جوهرها العمل بحرية تجعل الإنسان حرا فهذه هي مفاهيم أن الإنسان الطبيعة البشرية في حد ذاته هي طبيعة إيجابية على عكس من يرى أن طبيعة البشر طبيعة عدوانية وشهوانية وغيرها مثل سيج منفرويد فيرى أنه بما أنه طبيعة البشر إيجابية إذا إنسان استطاع أن يعمل بحرية يكون هو إنسان حرا الإنسان يولد بطبيعة سليمة وهذه الفطرة السليمة فالمستقبل يصلح وفي نظريته المستقبل يصلح الماضي يعني بمعنى أنه إذا كان البشر أو الفرد عند أشياء في الماضي خاطئ يستطيع في المستقبل أن يسحي هذا الشيء الخاطئ الإنسان يتقدم نحو الأمام الإنسان الإنسان دائما في نمو نحو السلامة النفسية وإدراك الذات وتحقيق إذا توفرت الظروف المناسبة طيب هل عندكم أي تعليق بالنسبة لماصلو وروجرس طيب عندكم أي تعليق في ماصلو وروجرس في أي ملاحظة عليهم في أي إضافة معادد غادر طيب في أي مشاركة بالنسبة لماصلو وروجرس في أي تعليق نمشي للبعد كان واضح يعني يعني الإنسان يولد على فطرة يعني أبواه يهودانه أو ينصرانه فهذه الفطرة السليمة التي ولد بها لو وجدت بيئة لو وجدت بيئة داعمة تستطيع أن تنمو نمو سحيحا ونمو سليما فيمكن تلاحظ أنه شيء منطقي وشيء أقرب للواقع يعني لأنه يعني هو الطفل يولد ولا حول تلو ولا قوة كيف يكون هو شخصية عدوانية وشخصية منتقمة وشخصية شهوانية فتجد أنه في شيء منافي للفطرة البشرية نفسها يعني ففي أشياء مقبولة النفس تتقبل هذا الأمر يعني طيب الآن نأتي لعالمين آخرين أنا حاولت أقسمه بهذه الطريقة حتى يكون سهل المذاكرة ويكون سهل المقارنة نفسها لو الملاحظين يعني إن تقدروا يكون في تباين حتى تستطيع أن تجاوبه يعني مثلا عللي أو ناقشي نظرية ماسلو في الطبيعة البشرية وغرنيها مثلا بنظرية فرويد هذا بيكون دي طريقة من نوع من الأنواع التحليل أنتوا يعني كطلاب ممكن تستطيعوا الآن يعني يكون عندكم مقاربة ما بين العلماء والانتقاد أو تلاحظوا أو تقربوا أو كمان تشوفوا ما هي نقاط الاختلاف والاتفاق ما بين العلماء فإن شاء الله تكون هذه طريقة تكون بالنسبة لكم طريقة سهلة وطريقة كذلك فيها يعني يعني لب الموضوع يعني حتى أنا لخصت النقاط الأساسية في الموضوع بالنسبة لإدل اتفضلي هذه السلايدات يعني مش موجودة هي على الموقع كBDF يعني أنا أنا أرسلت السلايدات الأول اللي عملتها في محاضراتنا السابقة أنا طلبوا مننا أرسل السلايدات أول بأول فاليوم رح أرسل لكم أرسل لهم كمان كل محاضرة أنا أرسل السلايدات أنت من قبل كنت بتتحصلوا على السلايدات في المحاضرات أنا مش عارفة يا دكتورة ما أدري فين يعني أنا قصدي من قبل يعني أنت في المواد الثانية بتأخذ السلايدات بنأخذها على شكل محاضرات إلكترونية من الموقع بعض المواد ما تتحصلوا على هذا الpowerpoint على السلايد فهذه المادة لا مش موجود في الموقع طيب أنا طلبوا مني وأنا رسلت لإدارة الأخوة المنصقين في المحاضرات لأن أنا قصدي في بقية المحاضرات أنت عادة مش عندكم مواد غير هذه المواد تدرس مواد ثانية أيو طيب حصلت على السلايدات المواد الثانية أيو في المواد موجودة في الموقع طيب أنا أرسلت أنا من جانب أنا أرسلت السلايدات اللي درستكم واليوم رح أرسل هذه المادة كمان يعني المواد كلها أرسلها فأنا أراجع الأخوة الأخوة الأستاذ المنصق بالنسبة للمحاضرات فأنا سأراجع إن شاء الله وأذكر له هذا الأمر يعني لكن عادة أنت عندكم السلايدات حق المواد كلها يعني ما عدا المادة حق ما وصلتكم هذا ما أقصد طيب تمام أيها قاد إن شاء الله أنا أراجع مع الإدارة وأخبركم بإذنه تعالى بث هذه الطريقة يعني إن شاء الله تكون مناسبة بالنسبة لكم يعني حتى في طريقة المذاكرة إن شاء الله تعينكم بتكون هي أشعر إنه ربما شفت إنه هذا الأسلوب من السلايد يكون يعني أفيد بالنسبة لكم لكن هذا لا يغني عن مراجعة الكتاب يعني وتراجعوا كذا كتب وفي معلومات إضافية نحن نركز على الأشيء الأساسي لأنه السلايد ما يسع عشان يعني عشان أضيف فيه كل شيء بس أهم الشيء إنه الأشياء الأساسية المفاهيم الأساسية للنظرية أنا أضعها حتى تكون واضحة بالنسبة لكم يعني بالنسبة الآن نأتي بالنسبة لإدلر والتفاعل الاجتماعي له دور في إبداعات الإنسان وقيمته على تكوين الذات يعني الإنسان إدلر يركز على التفاعل الاجتماعي يعني الإنسان بقدر تفاعله بالمجتمع هذا التفاعل له دور كبير في إبداعات الإنسان وقيمته على تكوين الذات أنا لما أجد التفاعل في المجتمع بتكون نظرتي لنفسي وهذه النظرة تؤثر وتتأثر بالتفاعل الاجتماعي إمكانية التغيير لأن الإنسان هو المستقبل بالنسبة لإدلر يرى في إمكانية التغيير والإنسان هو المستقبل الإنسان له المقدرة للسيطرة على المتغيرات اللاحقة بمعنى أن الإنسان عند إرادة عند قوة والإنسان بمعنى أن الإنسان على نفسه بصيرة أن الإنسان له المقدرة أنت بتكون عندك الإرادة وعندك القوة تختار أي ما تشاء فما في إجبار على الإنسان بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يقير المتغيرات اللاحقة إذا كانت هناك متقيرة سابقة غير صحيحة أنا عندي إرادة وعندي مقدرة أستطيع أن أقير اللاحق هذا بالنسبة لإدلال الطبيعة البشرية تجسد أفضل التعاليم الأخلاقية أنت لو ملاحظين يعني يمكن عكس سيجمون فرويد يعني يرى أنه الطبيعة البشرية تجسد لنا أفضل التعاليم الأخلاقية يعني طبيعة البشر يعني يمكن تتجسد من خلالها التعاليم الأخلاقية هذا بالنسبة لإدلال نأتي الآن بالنسبة لفروم فروم يرى الإنسان طيب الإنسان يمتلك دافعية فطرية نحو النمو وتعقيق القدرات هذا بالنسبة لإدلال لفروم الإنسان يمتلك الإنسان يمتلك بس أسحيحها ما في المشكلة يمتلك دافعية نحو النمو وتعقيق القدرات فيها شي الكيبورد إن شاء الله أسحيحها هذه الكلمة مرة ثانية طيب القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الدينية هي التي تشكل الإنسان لو ملاحظين فروم هو يركز على البيئة الاجتماعية إذا كانت البيئة المحيطة بالفرد الجانب السياسي الاقتصادي الجانب الديني هي التي تشكل الإنسان يعني الإنسان يشكل طبيعة البشرية من خلال البيئة القوى الاجتماعية الإنسان ليس شرير أو خير يعني بمعنى إنه الإنسان هو فيه يعني حيادية الإنسان ما هو شرير ولا هو فيه خير يعني بمعنى إنه شيء نيوتران زي ما يقوله بالإنجليزي يعني شيء حيادي يعني لا فيه خير مطلق ولا فيه شر مطلق طيب ماذا يحدث هو بالفترة النمو والتطور هو المؤثر فيه بمعنى إنه بالنسبة لفروم إنه الإنسان بما أنه هو بالفترة يعني ما فيه لا سبقة الشر ولا فيه خير النمو والتطور هو المؤثر في الشخص نفسه في الإنسان بمعنى إنه أنا من خلال التعلم من خلال المجتمع من خلال البيئة المحيطة يا إما حاكون إنسانة خيرة أو إنسانة شريرة هذا بالنسبة لفروم المجتمع العاقل ينتج عقلاء والعكس كذلك صحيح بمعنى إنه بالنسبة لفروم المجتمع العاقل ينتج من ينتج عقلاء والمجتمع الغير عاقل كذلك ينتج أشخاص غير عقلاء هذا بالنسبة لفروم يعني لو ملاحظين إنه فروم ركز على البيئة الاجتماعية كيف تؤثر على الإنسان والبيئة الاجتماعية هي التي تؤثر في نمو وتطور الإنسان يا إما يكون نمو إلى الخير نمو إيجابي أو نمو إلى الشر أو نمو سلبي ويكون ينتج عنه شخص غير إيجابي طيب بالنسبة لإدلر وفروم هل في أي سؤال عندكم أي ملاحظة بالنسبة لفروم وإدلر؟ عندكم أي ملاحظة بالنسبة لفروم وإدلر؟ لا واضح شكرا طيب الآن نأتي لفرويد والبورت فرويد نظرته نظرة نظام هو نظام من الطاقة يعني الطبيعة البشرية في نظام من الطاقة نمو الفسلجة طبعا نمو الفيستيولوجي دائما فرويد يركز على النمو الفيستيولوجي هدف السلوك هو المتعة واللدة سبحان الله يعني فرويد يركز على أي السلوك هدفه هو المتعة والغريزة يعني سبحانه واللدة يعني يركز على أنه أي السلوك أي تصرف للإنسان أو للطبيعة البشرية تعود لهذه المتعة الإنسان مثل الحيوان مدفوع بغرائز أو دوافع جنسية وعدوانية يعني سيجمان فرويد يقول أن الإنسان الإنسان شبه بالحيوان عزكم الله وإنه مدفوع بغرائز أو دوافع جنسية وعدوانية معنى أي السلوك للإنسان ناتج نتيجة لا إما يكون دافع جنسي أو دافع عدواني وهذا ما يمكن لاحظناه من بداية هذه المادة ومحاضرتنا بالنسبة للعلماء لو لاحظت أنه سيجمان فرويد هي نفس النظرية لو لاحظت أنه هي نفس المفاهيم إذا كان في نظرته تحليله للشخصية ويأتي فيها هنا للطبيعة البشرية جوهر الحقيقة بأن البشر ليسوا لطفاء يعني يرى أنه سيجمان فرويد أن البشر ما هم ناس لطفاء ولا هم فيهم هذا اللطفي لأنه وصفهم بالعدوانية والرقبة الجنسية العقل والفكر خادمان لرقبة الهوى الهوى أقصد العقل والفكر يعني عقول البشر وفكرها هم اللي يخدموا لرقبة الهوى محكومة على الإنسان أن يعيش محكومة على الإنسان يعني حكمة على الإنسان أن يعيش القلق والصراع بمعنى أنه كأنه يعني هذه زي ما تقولي يعني شيء جازم وكأنه خلاص الإنسان كتب عليه أن يعيش في قلق وأن يعيش في الصراع بالنسبة لسيجمان فرويد وبالتالي الطبيعة البشرية كلها محكومة بإيه؟ بالغلق والصراع وهذا يعني شيء فيه سبحان الله يعني يعني فيه شيء من الاختلاف الكبير لو لاحظت يعني مع الأشياء العقلانية المنطقية يعني ربما هذا شيء يعود لطبيعة الحياة لكل باحث يعني وكثير من الباحثين الآن يناقشوا وينتقدوا نظرية سيجمان فرويد لأنه ربما هو كان عايش في حياة جعلته يستنتج نظرته للأمور للطبيعة البشرية من خلال الواقع والمشاكل الحيئة وهو اللي كان يعيش فيها يعني المجتمع وحضارتي تفرد دوابط على الفرد ضد رغباتي يعني المجتمع وحضارة طبعا إحنا بالنسبة لنا الحضارة لو أخذنا كمسلمين حضارتنا فيها قيمنا وفيها يعني كله مكوننا إحنا إذا كانت الحضارة من ناحية كقيمة كتطور مادي أو معنوي التطور المعنوي هو فيه القيم فيه الأخلاق فيه وعاداتنا فيه مفأل هي مكوننا إحنا كمسلمين يعني فيرى إنه هذه الحضارات فردت دوابط وقيود على الفرد ضد رغبته يعني المفروض الفرد يعمل ما يشاء يفعل ما يشاء يذهب مكان ما يشاء فهذه القيود اللي هو يراها أنه فردت على الإنسان جعلته ماذا يعني هي فعلت ضد رغبته مفروض الإنسان ما يكون مقيد مفروض يكون هو حر هذا بالنسبة لي سيجمان فرويد الآن نأتي لي البورت البورت الإنسان مبدع عقلاني أولا وصف أن الطبيعة البشرية هي طبيعة فيها الإبداع فيها العقلانية يزداد أكثر قدرة مع التقدم في النج يعني وصف البورت أن الإنسان كل ما تقدمنا نحن في النج كل ما أصبحنا أكثر يعني نزداد أكثر من خلال التقدم في النج يعني كل ما الإنسان وفعلا لو الإنسان كل ما يتقدم كل ما يتعلم أكثر كل ما يكون نمو نضوجه أكثر كل ما يسبع عقلاني أكثر يعني حتى أمس كنا نذكر في المحاضرة علما نفس النمو في مرحلة طفولة المتأخرة اللي هي ما قبل المراهقة تجد أن الطفل يكون شعوره بالمسؤولية شعوره بأنه إنسان كبير يتحمل الأشياء تجد في البيت في هذا العمر اللي هو عمر 12 11 كذا يعني يحب هو يعمل كل شيء يشعر بأنه خلاص أصبح شعب والفتاة أصبحت كذلك يعني كبيرة ومسؤولة فكل ما تقدم الإنسان في العمر كل ما أصبح أكثر مسؤولية كل ما أصبح أكثر نضية ده بالنسبة للبورد الحادر وأهداف وأهداف المستقبل هي المؤثرة في السلوك بمعنى أنه سلوك البشر سلوك البشرية تتأثر بعاملين الأول هو أهداف أولا الحاضر وأهداف المستقبل يعني ما أنا عليه الآن وأهداف في المستقبل هي التي تؤثر في السلوك يعني أنا كيف أتصرف بناء على الآن وقدر فهذه هي مؤثرات التي تؤثر على السلوك بمعنى أن الحياة موجودة في طبيعة البشر ولهم القدرة على التخطير الإنسان استطيع الإنسان من طبيعة البشر يخطط للمستقبل ويكون هو عايشة الحياة اليومية أو الحياة الحاضرة اللي هو يعيشها ومن خلال تخطيطه للمستقبل من خلال هذا العاملين نستطيع أن هم يؤثروا في سلوك حياتنا وفعلا أنه إحنا ما عليه الآن وما نريده قدر هو لحد السلوك أنا إذا كنت أريد مثلا أنه يعني كان هي أساس سلوكي أنه أنا مستقبل ماذا أريد أنه أنا أبتقي مثلا أكون أعلى درجة في التزامي في إيماني أكون أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو هدفي الأساسي فبالتالي السلوكي يتأثر بالهدف اللي أنا ودعته لنفسي ما هي أهدافي فإذا كان أهدافنا أهداف صحيحة ونبيلة بالتالي تنعكس على سلوكنا طيب طيب هل في سؤال في هذا الجانب ما هي الطبيعة البشرية بالنسبة للأربعة أو الستة علماء ماسلو وروجرس وإدلر وفروم وفرويد والبورت هل عندكم فيهم أي سؤال قبل ما ننتقل للجزء الثاني الأخير من المحاضرة بالستة علماء طبعا هناك في الكتاب فيه توضيح بعمق أكثر وحتجد فيه تفاصيل أكثر لكن هذه يمكن الملخصة الملخصة يعني هي المواضيع الأشياء إذا الأمور واضحة ممكن تكتبوه له في الشات إذا عندكم في هذه الجزئية أي سؤال قبل ما أنتقل للجزء الأخير في هذه الجزئية واضحة مرحبا شكرا تمام شكرا الآن نأتي لآخر جزئية هي تابعة تباين بالنسبة للطبيعة البشرية يعني لو ملاحظين كل مرة كل عالم أو كل منظر يختلف من المنظر في شيء آخر نأتي لسكنر سكنر وضح أنه رقبة الإنسان مشروطة لأحداث خارجية أولا وضح أنه الإنسان رقبته يعني هو لأنه كان نظرية زي ما قلت لكم هو سكنر طبق نظرية الشرطية فهو يتوقع أنه الأحداث الخارجية هي التي يعني تؤثر في رقبة الإنسان سلوك الإنسان مقدر أو محتم أو جبري يعني حتمية بمعنى أنه الإنسان سلوكه مقدر يعني شيء جب أو جبري يعني شيء كأنه حتمية خلاص يعني شيء مقرر وشيء مجبر ما له فيه حرية ولا فيه مساحة من أنه تغيير يعني كأنه شيء مقرر وخلاص يعني شيء هكذا مكتوب ومصطر يعني دراسة الشخصية يمكن أن تكون مشروعة عندما تكون هناك معايير علمية محددة فيركز على أنه إذا كان هناك في معايير فعلا علمية معايير صادقة ممكن تكون دراسة الشخصية دراسة علمية محددة دراسة الشخصية يجب أن تتضمن بحثا منظما تاريخ الشخص وغيره يعني أنه نحن حتى ندرس طبيعة البشر والشخصية نفسها يحتاج مننا أنه نبحث بطريقة منظمة الطريقة المنظمة المقصود بها تاريخ الشخص نفسه وحياته لما أنا تعرف على حياة الشخص يعني كل ما مر على هذا الفرد أو على هذا الشخص أستطيع أن أتحصل على أعرف هذه الشخصية وتكون عندي معلومات دقيقة لطبيعة البشرية حل المشكلة يعتمد على فهم السلوك الإنساني بالنسبة لسكنر أنه أنا حتى أحل المشكلة لابد أن أفهم السلوك الإنساني إذا لم يعني أعرف السلوك الإنساني ما أستطيع أن أحل المشكلة السلوك يمكن أن يطبق بنجاح في هندسة وتنظيم المجتمع يعني في هندسة وتنظيم المجتمع يعني نحن معرفتنا للسلوك نستطيع أن نشكل أو نهندس هذا وننظم هذا المجتمع الإنسان هو صندوق مزلم المهم هو ما يصدره عن الإنسان يعني شبه سكنر الإنسان كأنه هو صندوق مزلم يعني شيء كذا مخفي شيء كذا مغلف يعني أهم ما في هذا الصندوق هو ما يصدره الإنسان بقد النظر ربما يكون فيه خير فيه شر لكن المخرجات من هذا الصندوق هو المهم في الأمر يعني كأنه شبه الإنسان بكرتونة أو صندوق مغلق في داخله هو مزلم يعني إحنا ما ندر عنه شيء لكن الأهم ما في الأمر ليس الصندوق لحد ذاته لكن ما يخرج من هذا الصندوق ما هو شيء اللي يخرج من هذا الصندوق ما هو السلوك اللي يخرج من هذا الصندوق فبالتالي إذا كنت أنا يعني نحن شبهنا الإنسان لو تخيلوا في الغرفة يكون فيها الصندوق ما يهمنا ما في داخلها لكن أهم شيء كيف أنا تصرفي ما هو السلوكي كيف أنا تعامل هذا هو المهم في الأمر بالنسبة للسكنر السلوك قابل للملاحظة والتبط يعني هو في مفهوم للسلوك البشري يقول إن السلوك نستطيع أن نلاحظ السلوك وأن نستطيع أن نطبط السلوك كذلك جوانب السلوك اللي هي من دمن الأشياء شبهها بالمدخلات والمخرجات يعني إحنا شبه وهذه واحدة من الأشياء اللي تم بعد العلماء انتقدوا فيها سكنر إنه شبه الإنسان كآلة زي الماشيني زي الماكينة كأنه فقد مخرج يعني داخل وخارج سادر ووارد يعني فهذه الملاحظة على مفهوم سكنر للطبيعة البشرية إنه هو ما يدخل وما يخرج يعني فيرى إنه يعني السلوك الإنسان محتم بطبيعة التعزيزات التي توجه معناها أنا السلوكي مقدر وبالتعزيزات اللي أنا أجدها أو التي أواجها إذا كانت هذه التعزيزات تعزيزات إيجابية فبالتالي السلوكي هيكون إيجابي فإذا كانت نوع التعزيز اللي أنا يعني أنا أتلقاه نوع التعزيز هو اللي يحدد سلوكي يعني أنا سلوكي يعني مقيد أو محكم بهذه التعزيزات فأي كانت التعزيزات هي التي تحدد سلوكي إذا كانت أي نوع التعزيزات فبالتالي بالنسبة لإسكنر لو ملاحظين يعني ربط الأمور كلها بشرطية الأحداث وربطها بالحتمية وربطها بأن الإنسان في داخله يعني شيء ما معروف لكن ما يخرج منه هو الذي يفسر هذا السلوك الخارج هو الذي يفسر الإنسان ده بالنسبة لإسكنر الآن نأتي بالنسبة لكالي بالنسبة لكالي يرى إنه مفهوم أو الطبيعة البشرية الإنسان يصنع حياتي بالمراهنة يعني معناها يعني بالرهان الإنسان يستطيع أن يصنع حياتي التوقعات تعتمد توقعات المستقبل على المادي يعني أنا لو توقعت شيء خير يعني أنا أبنى عليها الأشياء يعني على حسب التوقعاتي هي التوقعات المستقبل هي يعني مبنية على توقعات المادي إذا كانت أنا في الماضي كان عندي توقعات خاطئة فدائماً أبنى عليها في المستقبل أيوة رح أقول مثلاً أنا في الماضي كنت متوقع أن هذا الشيء كده وفعلاً حصل فبالتالي أبنى عليهم المستقبل لو ملاحظين يعني يمكن أحياناً بعد الناس يقولك لا أنا في المرة اللي فاتت توقعتك كده وحصل كده أو توقعاتنا اللي كانت في الماضي هي أسرت في المستقبل وهكذا يعني فبمعنى إنه المراهنة أنا رهنت هذا الشيء على التوقعات ويكون سلوكي معتمد على هذا المفق عفوا الإنسان يعمل ويتحرك لأنه كائن بشري حي ده بالنسبة لي باندورا وويلزر يعني ممكن أنا ما أدفتهم يرى إنه الإنسان يستطيع أن يتحرك ويعمل لأنه هو كائن بشري حي ده بالنسبة لي مجموعة باندورا اللي هم النظرية اللي مبنية أهمية التعلم نظرية الاجتماع التعلم نظرية التعلم على أنه التعلم تشكيل السلوك وتغييره يعني يرى إنه باندورا أنه التعلم هو ليشكل السلوك الإنسان هو ليغير سلوك الإنسان يعني كل ما يتعلق بالسلوك البشري معتمد على التعلم معتمد على كيف يتعلم هذا الفرد ماذا تعلم هذا الفرد وبالتالي إنه سلوك نحن سلوكنا كبشر مبني ومبني بالشكل الأساسي على التعلم وهذا التعلم ينبنى عليه أنه هو السلوك البشر وتغييره الإنسان قادر على أن يلاحظ ويفسر تأثير سلوكه الخاص به يعني يكون بمعنى إنه الإنسان يكون واعي ومدرك ويدري تماما أنه السلوك يعني السلوكه أنا لو فعلته كذا حيحصل كذا وإنه لو عملته كذا يعني حيأثر عليه كذا يعني بهذه الطريقة أنا كفرد أعرف أن السلوكي يعني يؤثر يعني السلوكه يعني الإنسان قادر يلاحظ السلوك المؤثر فيه هو في شخصه في ذاته يعني قادر على الترميز الأحداث البيئية لغوية يعني يستطيع أن يعطيها رموز بالنسبة للأحداث البيئة إذا كان رموز تصويرية وغيرها اختيار أنماط السلوكية وتشكيلها وفق التوقعات لمكافأة أو تجنب ألف يعني الإنسان يعني يكون عنده يختار أنماط سلوكية ويشكل هذه الأنماط السلوكية بناء على التوقعات يعني مثلا أنا لو لاحظت أنه لو عملت شيء معين في الأسرة رح يعني أكافأ ورح يكون في تقدير وحيشري دبي وحيقول مثلا أميرة فعلت كذا أميرة نجحت في الشيء الفلاني فأنا توقعي بالنسبة للمكافأة اللي حتحصل عليها يكون سلوكي يتشكل نمط سلوكي على هذه التوقعات فيمكن نلاحظ أنه بعد مرات لو لاحظت في البيت الطفل لما أنت مثلا الأم والأب يمدحوه ما شاء الله عليك أنت شاطر أنت ممتاز أنت نجحت أنت فعلت كذا فبناء على هذه المكافأة بناءها على هذا المدح التعزيز فدائما الطفل يبدأ أنه عايز يحقق أكثر يعني التوقع لهذه المكافأة هو ليعزز فيه السلوك معين وكذلك العكس يعني إذا كان الطفل تعرض مثلا عمل شيء خاطئ في البيت أو عمل السلوك غير صحيح غير مقبول فهو أخذ يعني التعرض لإقاب فكون أنه تعرض لألم ولإقاب المرة الثانية يتجنب السلوك لا لو أنا لو فعلت كذا رح يضربوني لو عملت كذا ما حيخلونا ألعب مثلا بلاي ستيشن لو عملت كذا ما رح يخلونا أروح ألعب مع أصحابي فلاحظين أنه السلوك الفرد أو يعني التجنب لبعد أنماء سلوكية وتشكيلها مبني على التوقعات إذا كان التوقعات فيها مكافأة أو تجنبا للألم وده نلاحظه نحن في الأطفال عادة الطفل دائما يقول أنا يعني لو عملت كذا ما ما حتفرح بابا حيفرح لو نجحت كذا ما ما حتعديهن هدية ولو عمل خطأ حتى لأخوانهم في البيت تلاحظوا أنه الأخوان في البيت يقولوا أنت لو عملت كذا بابا حيضربك أو ما حيجيب لك شوكولاتة وغيرها يعني فالسلوك هنا مقيد أو يتشكل من خلال المكافأة من خلال أو الألم نأتي للنقطة الثانية اللي هي القدرة على التأثير في القوة الخارجية الآن نأتي لنفس النظرية اللي هي نظرية التعلم هي تفسير سلوك الإنسان كيف يكون من خلال ذكرتها اللي هي المكافأة أو تجنب الألم النقطة الأخيرة اللي هي القدرة على التأثير في القوة الخارجية بمعنى السلوك البشري الإنسان يستطيع أن يؤثر في القوة الخارجية السلوك الشاز عبارة عن عادات سيئة تعلمها الإنسان تفسيرهم للسلوك البشري أو السلوك الشاز أو السلوك الخاطئ بالنسبة لإنسان ما هو بشكل فطرة في الإنسان أو الإنسان ليس هو شريل بطبعه وليس هو سيئا بطبعه لكن هذا السلوك نتج نتيجة لعملية التعلم الخاطئ نتيجة لتعلم الخاطئ بمعنى أنه نحن ما نتعلمه من البيئة الخارجية ما نتعلمه من خبرات إذا كانت خبرات إيجابية أو سلبية بتأثر في السلوك بمعنى أنه أنا السلوك يعتمد على ما تعلمته إذا أنا تعلمت أشياء جيدة هيكون السلوك جيد إذا أنا تعلمت أشياء خاطئة أشياء سيئة فبالتالي رح يكون سلوك سيئ بمعنى مختصر أنه ما نتعلمه هو الذي يؤثر ويشكل سلوكنا بشكل عام فالجانب السيئ ما هو كان سيئ من الأصل يعني هي فقط عداد تعلمناها تعلمها الإنسان وأصبحت بالنسبة له عادة يمارسها في حياتي هذا بالنسبة لتغريب النظريات التعلم أو السلكة تفسير السلوك البشري اللي هو باندورا وويفترز اللي هي من خلال تشكيل السلوك وتغيير الإنسان يكون مبني على هذه الأشياء في أي سؤال بالنسبة لسكانر بالنسبة لكلي بالنسبة لباندورا أو بالنسبة لنظريات التعلم فأنتوا الآن ملاحظين يعني حتى التباين التباين من حيث مفهوم الإنسان نفسه التباين من حيث تفسير السلوك البشري ناتج نتيجة لماذا؟ لكل واحد لو ملاحظين أنتوا هتربطوا النظرية مع العالم مع طريقة العلاج مفهوم العالم أو مفهوم النظرية هيكون من البداية لو لاحظتم من بداية المحاضرة المادة نفسها من نظرتهم وتشخيصهم الإنسان نفسه الشخصية السيكولوجية الشخصية نمط إذا كان من جانب الأنماط العادات أو السمات وبالتالي كل عالم ركز على جزئية معينة وبنى عليه أساليب الدراسة بنى عليه أسلوب العلاج بنى عليه تفسير للسلوك البشري فهي عملية متسلسلة جدا فحتجد كل عالم ما في عالم تغير في الوسط يعني الموضوع كله مبني كأنه تدرجا فكلها مرتبطة مع بعضها البعض فحتجد أنه هناك في تغريبا انسجام وتوافق ما بين النظرية نفسها وما بين طريقة العلاج هذه الطرق التي تجعل الطالب أو الباحث يفهم الموضوع موضوع السيكولوجية الشخصية موضوع المفهوم الطبيعة البشرية من خلال أنت تربطوها مع النظرية مع الأساليب البحثية مع تفسير السلوك الإنساني ونختمها بطريقة العلاج طيب إذا كنت أنا عالمة أرى أن السلوك البشري السلوك مبني على التعلم فبالتالي تكون نظرية نظرية التعلم ومنها يأتي يخرج لنا الأسلوب العلاجي بالنسبة له هذه النظرية طريبا هذا كله في الموضوع هل عندكم أي سؤال أي استثار أي مداخلة أي إضافة بالنسبة ليه محاضرة اليوم؟ كيف يا دكتورة تسلسل لذلك؟ أو كيف تنوع هذا أربط شخصين؟ أو أريد أن أعالج شخصين؟ كيف من ضمن هذه النظريات والأساليب؟ ما هي الأخطار؟ ما هي الصحة؟ شكرا يا هند سؤال جوهري ونحن الآن نتناوله من عدة أنت لو ملاحظين هند أنت تدرس معي علم النفس النموء صح؟ علم النفس النموء المادة وسيكولوجية الشخصية والإرشاد والتوجيه صحيح؟ يا هند أنت معي في ثلاثة مواد؟ لا لا بس الفصل هذا ليس أخبرتي تجيت الشخص drei صحيح يعني انتي ما أخذتي مادة التوجيه والإرشاد يعني هذا السميستر التوجيه والإرشاد اثنين؟ أخذت الفصل الماضي أخذتي الفصل الماضي طيب أخذت معي في مادة المم propriε علم النفس النمو؟ لا بقام الفصل الجائي آه الفصل الجائي يعني أنت ما معي في المادة نفسها لأنه في معاي مجموعة في مادة علم النفس النمو وأنا كنت دائما أربط لهم الأمور مع بعضها البعض لأنه بصراحة وهذه قاعدة في مسألة دراسة علم النفس والإرشاد الأمور كلها متطة مع بعض يعني تلاحظ أنه موضوع تطور الإنسان وتطور الفرد في نفس الوقت نحن الآن السؤال الجوهر اللي سألته طيب نحن ندرس كل هذه النظريات ندرس نظريات مختلفة قد في بعض النظريات في جزئيتها نتفق معها نحن أنا ما أقول كل العلم خطأ ولا كل العلماء مخطئين لكن نحن نأخذ منهم ما يناسبنا ما يناسبنا وحتى أتي في مادة عندي في مادة التوجيه والإرشاد هيكون عندي فصلة حدرس فيه التوجيه والإرشاد من منظور إسلام أو الإرشاد الديني كيف نحن كعلماء مسلمين نأخذ ما يناسبنا من النظريات الغربية نحن لا نقلل من شأن النظريات الغربية ولا علم الغرب لكن ما يناسبنا نأخذ منهم أنت الآن لو عايزة تكون مرشدة نفسية مسلمة فلا بد تراعي هذه الأمور نأخذ منهم ما يناسبنا لو لاحظت في بعض الأمور يعني يمكن فيها توافق ما بيننا نحن كمسلمين صحيح؟ وفي بعدها أي وفي بعدها اللي هي الإنسان لو لاحظت الآن يمكن محاضراتنا اليوم هناك في توافق ببعض الأشياء فما نتوافق عليه وما يناسبنا نأخذه هذه القاعدة لأنه أنحنا علم النفس لا بد العلم يخدع لديننا وليس العكس وهذه قاعدة لأنه من الذي خلق هذه الأنفس؟ من خلق هذا الإنسان؟ الله إنه بما أنه هو الذي خلقنا وهو أدرى بنا من أنفسنا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنفس خلق الجسد وخلق الروح فبالتالي أنا مرجعيتي هو الذي خلقني مرجعيتي هو الدين لكن هناك في بعض النظريات تتوافق مع ديني فيها بعض المهارات بعض التقنيات العلماء نحن نبخص من العلم ولا نقول كل شيء غير صالح لا ما يناسبنا ندعه في الغالب الذي يناسبنا مثلا في عملية الإرشاد من منظور إسلامي وفيه عم فيه إرشاد عن طريق الكوغنطيب بهيبيا ثرابي فيه إرشاد المعرف السلوكي في طريقتنا للعلاج كيف نعالج الوسابس كيف نعالج القدب كيف نعالج الأوهام وغيرها هذه الأشياء نحن نستفيد من المهارات والتقنيات الغربية وندعها بقالبنا الإسلامي ندعها كيف نعالج هذا المريض ونستفيد من التقنيات والمهارات التي ودعاها هؤلاء العلماء فبالتالي أنا أكون واعية مدركة نحن ندرسها ليس لنأخذ كل شيء فيها أنا زي ما ذكرت لكم نأخذها حتى نتعرف على ما على ما يعني أصدروا العلم في هذا المجال من علماء كانوا في هذا المجال عندنا علماء اللي هو كثير من علماءنا الإسلاميين اللي هم ركزوا على اللي يمكن حنأتي إليه في في محاضرتنا إن شاء الله في التوجيه والإرشاد الجانب علم النفس الإسلامي فيه كثير من العلماء فيه كثير من النظريات لكن نحن زي ما قلت لك يا هند ناخد ما يناسبنا وندعو بالغالب الذي يناسبنا ويناسب قيمنا وعاداتنا وقيمنا الإسلامية لأنه إذا العلم أصبح مختلف سبحان الله مع الفطرة مع الذي خلق هذه الفطرة يكون هناك خلل وبالتالي يحتاج مننا للتسحيه إن شاء الله تكون الإجابة السؤال السؤال سألت هل ممكن المريض النفس يكون ذهانه وبنفسه الوقت يكون عصابي في أمراض على فكرة في أمراض عصابية تتحول لأمراض ذهانية صحيح؟ ما هو المرض العصابي ممكن يتحول لمرض ذهاني؟ القلق لا غير القلق أحسنت يا هند الاكتئاب أحياناً في أمراض عصابية ممكن تتحول لأمراض ذهانية وهذا باب قائم بذاته وهي ممكن إن شاء الله في مادة الإرشاد سنشرحه أكثر في الإكتئاب الحاد الإكتئاب إذا وصل مرحلة مرحلة يعني متأخرة جداً والشخص المكتئب ممكن يصل مرحلة الزهاني هو ما يدري أنت عارفاً من خواص الزهاني أحياناً عنده تشوهات في تفسير العشاء ممكن صوت المروحة يقول لك يتآمر علي هذون مجموعة الفصام اللي يكون عندهم شوزوفرينية يقول لك الآن هما يرسلوا وعايزين يدمروني بيكون عنده خلل في الإدراك يكون عنده تشوهات في الأفكار أو تشوهات في السمع يسمع أشياء غير يقول لك أنت تسمع هما الآن يتحدثوا هما الآن يتآمروا علي هما الآن حيفعلوا كذا وكذا المريد هو الاكتئاب أحياناً يصل مرحلة هذه المرحلة بمعنى أنه يصل مرحلة عدم إدراكه لنفسه يعني خلاص يعني وصل مرحلة الاكتئاب الحاد جداً وممكن هذا الاكتئاب تدريجياً يسأل به أنه يعني يفقد 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 كل وظائف الحياة أنه هو خلاص حياته تتعطل حياته تسبح يعني ما يهتم بشكله بمظهره باهتمامه بنفسه وكذا يعني فتأدي إلى حالة من الذهان ويفقد الإنسان يفقد حتى كل شيء في حياة يفقد يعني حتى الرقبة في الأكل يمتنع عن كل الشيء يعني فهي يعني فيها كتير من الأشياء إن شاء الله ممكن اللي يحضروا معنا في محاضرة في مادة التوجيه والإرشاد إن شاء الله ممكن يكون فيها تفصيل أكتر بما أنه الآن وقتنا وقتنا إن شاء الله المحاضرة وقتها انتهى وأرجو أن أكون إن شاء الله تكون المحاضرة كانت واضحة وإن شاء الله أتقي بكم في الأسبوع القادم المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء القادم بإذنه تعالى أرجو أن تكون إن شاء الله يعني استفدتوا وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا في هذه المحاضرات جزاكم الله خير على حضوركم وتفاعلكم أشكر لكم جميعا بإذن تعال إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بارك الله فيكم ونفع الله بكم جزاكم الله خير وإن نلقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته